قبل ما تفكر تساعد الآخري درس من دروس زحل تتمحور دروس زحل حول العجز وحول دروس العواجيز قبل ما تفكر تساعد حد لو انت وانت صغير وقعد جنب شخص عجوز وفيه واحد وقع في الطريق او حصلت له مشكلة مثلا وهو بيسق عجلة تكعبل واحد مجروح انت بدوافع الانسانية اللي جواك وبدوافع المشاعر هتروح تتعاطف معاه وتلف مثلا شاش على يده عشان توقف النزيف لو ليت واحد محتاج فلوس او بيشهد في الشارع بدوافع الانسانية هتطلع فلوس وتديله ولو جا واحد بيعيطلك بدوافع الانسانية هتطبطب عليه فانت بتدول جراح وتعطي لمن يحتاج وبالطبطب على المساكين وبتعمل كل الحاجات الانسانية والجميلة في الحياة انت راجل طيب اعترف لك ان انت شخص طيب او جواك شخص طيب او شخص بيتعاطف مع الاخرين خلينا شرح لك العكس زحل لا يتحجج بالمشاعر ربما ان فيه شخص بينزف والمطلوب من حضرتك انك تسيبه ينزف لان دي تجربة هو بيمر بياه للأسف الشديد ربما فيه شخص بيتسول فلوس وللأسف الشديد ان هذا الشخص اللي بيتسول فلوس هو عنده مليارات او ملايين واغنى منك وادخل في اليوتيوب وشوف المتسولين الاغنياء ربما الشخص اللي جاي بيعيط عندك وجاي بيستعطفك شخص بيتعمد صناعة الدراما زي مواليد كمر السرطان مش عايز اقول ملعين الوالدين بس هما فعلا ملعين الوالدين وكل الأقمار المائية عايزين الحرق في نار جهنم اللي بيجي يعيطولك ويشكي ويبكي ويحزن من الدني ليه انت بالطبطب عليه اكمل الكلام بس للآخر عشان يعني كده عشان نذكر الموضوع مع بعض ما هي مقتطفاتك وثمارك التي جنيتها من التعاطف مع الآخرين انا لا ادعوك ابدا ان انت تكون انسان جاف وصلب وبلا رحمة وبلا ضمير وبلا انسانية زي موليد برج الجدي وزي الناس اللي عندهم زحل في البيت الاول الناس الصلبة الصعبة القاسية اللي تشوفك بتتقطع وما تقفش جنبك اللي تشوفك بتغرق وعادي تسيبك وتمشي بدون اي انسانية بدون اي تعاطف بدون اي رحمة بدون اي ضمير اللي يشوفك شال شغل وحملة تقيل ويسيبك تجل الحملة التقيل اللي بيقصو عليك في الواجبات اللي بيطلب منك طلبات معقدة اللي بيحب يشوفك محتقر وحب يشوفك زليل وحب يشوفك محتق ويسيبك في حيرة ويسيبك تتعلق ويسيبك تحت تأثير الجهل انا ما بقولكش تكون بهذه القسوة الشديدة ولكن ادعوك انك ترجع للمثال اللي احنا شرحناه في اول الفيديو او في اول الكلام انك قاعد جنب شخص عجوز والعجوز ده اللي هو زحل مسك في ايدك او يعني حاطت ايده على راسك كده وانت شفت شخص محتاج مساعد انت هتسيب العجوز وتقوم تساعد الشخص اللي محتاج مساعد المفروض المفروض انك تسأل الاول قبل ما تساعد يعني قبل ما تنجد الشخص تكون حذر شوي بلاش تقع في افخاخ فمش اي حد تفتح لقلبك وهي لهب يلا كوب بكل اسرارك هتمدى مع الكلام ده فيما بعد خاصة لو كنت مسؤول كبير في الدولة بيفرض عليك انك تكون شخص حذر وشخص كتوم وتحفظ اصرار الدولة او تحفظ اصرار المنصب اللي انت فيه يعني كل ما تكون في منصب قيادي وريادي هتحتاج النضوج وهتحتاج العقلانية وهتحتاج المنطقية هل تدري انه الازمة الفلسطينية الموجودة دي جزء منها كبير جدا تجارة ياسر عرفات مات وهو عنده تمانية مليون ولا تمانية مليار انت من فين جبت التمانية مليار ده يا ابو عمار تخيل شخص يتاجر بدماء شعبك كاملا ويموت وهو عنده تمانية مليار الله يلعنك ياسر عرفات الله يلعنك في كل كتاب وعلى لسان كل رسول تتاجر بدم شعب فيه ملايين فيه 14 مليون او 7 زائد 7 زائد 7 يطلع لك ب21 مليون تتاجر بدماءه وتاخد الفلوس المساعدات تحطها في جيبك وتسيب الشعب جعان بعد اسمه كلام برضو يعني فاعقل وخليك انسان عاقل قبل ما تساعد حد وانت ما تعرفوش او انت لا تعرف اصل المشكلة يعني كده لا تتعاطف بزيادة يعني اهدى مش اي حد بقى يجي يلعب عليك بالكلام العاطفي والكلام المشاعري والكلام الديني ويلعب عليك بالمشاعر وبالعواطف يعرف يجيب راسك زي الاخوان المسلمين ملعن الصلايب والمجادين دايما يستخدم الدين والشعارات والله اكبر ولبيك يا اقصى ولبيك يا كدسو ولبيك يا غزة ولبيك يا بدنجان بيستخدم العاطفة الشعبية العامة في انه هو بيكسب الانتخابات وبعد ما يمسك الانتخابات يوزع الطرطة مع بعضيهم ويسيبوا الشعب الكحيان زي ما هو كحيان فالتجارة بالشعارات طلب المعونة طلب المساعدة البكاء والنحيب الناس اللي بتيجي تبتزك عاطفيا الناس دول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يقفكوك الله يسخط عليهم من فوق سبع سنوات اللي بيجي يبتزوك عاطفيا ويستنزفوك ماديا وعاطفيا وعقليا وفكريا ولا لا 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 في ناس كتير جدا تخصصها في الحياة البكاء زي موليد قمر السرطاء الله يسخط عليهم يجي عياط لك للنهار يجي عياط لك زي موليد برج الحوت للنهار يجي عياط لك ويتصل بيك يبكي ويصيح الله ياخدك طبعا اول ما بشوف واحد من موليد برج الحوت يتصل بي بل عنديك ابو اللي جابوه الف مرة بسبوه سب ولا عنه لا يعني بسبوهم سب واشتمهم شتيمة بكل القواميس والمعاجم التي في الارض تلاقي الشخص قاعد يبكي بدون سبب ويخترع افلام من خلفيته ويعمل كده دراما رخيصة بريال فيعني انا هعمل فيديوهات كتيرة جدا اضطهد فيها برج الحوت واضطهد فيها برج السلطان للابتزاز والدراما اللي بيعملوها اللي ملهاش اي لازمة قبل ما تتعاطف وقبل ما تتحجج بالمشاعر وقبل ما تمد يد العون لناس شوف الاول هل يستحق هذا التعاطف والعطاء ستدفع ثمن الثقة بالاخري ودي دروس كلها من دروس زحى انا لا اطلب منك انك تكون حجر اوقاسي انا ما طلبتش منك كده انا طلبت منك تكون انسان عقلاني في التعاطي مع الامور من يستحق العطاء اعطيه دا لو كان يستحق وتعطيه بقدر لا يضر مصلحتك مش انك تروح تكب كل فلوسك عنده وتقول له انا كده ساعدتك وانا كده اعطيتك لا ما ينفعش شغل التضحية والفداء والشهادة دا مش مطلوب مش دورك في الحياة احنا جينا الحياة عشان نعيش مش عشان نموت الناس اللي بتستخدم الموت والانتحار والانفجار والتفجير هم حري دا طريقهم اللي هم اختروا انا مستحيل افجر نفسه عشان حد مستحيل انتحر عشان حد مستحيل راحة موت نفسه عشان حد الموضوع مش مستاهل كل الدراما الرخيصة دي يعني الموضوع ابسط من كده واسهل من كده لو بسطت الامور بالعقل كل حاجة هتكون سهلة وواضحة وبسيطة فلذلك استخدم العقل عشان تنجو من المهالك